بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مرحبا بكم أيها الأحبة مع المهندس الاستشاري مطلق الدعيج في مقطع جديد وهو فوائد السندرة وما هي علاقة السندرة بالتكييف نأتي إلى موضوع السندرة وعلاقتها بالتكييف وما هي الأمور المترتبة على عمل السندرة مع التكييف نأتي الآن وخلكم معانا السندرة أين توضع السندرة فقط توضع السندرة في الحمامات وفي المطابخ مكان السندرة الثاني وهو الحمامات هذا في السابق إخوان تخيلوا السندرات قديما ليس لها معنى فقط مجرد الحمام يختصرون ارتفاع الحمام ويضعون سندرة كأن السندرة هي مكان ربما كان في السابق يجعلونه مخزن خاصة الحمامات لا تحتاج إلى الارتفاعات الشاهقة ثلاثة متر ونص فكان يختصرونها ويحطونها مترين ونص يحطون فيها كمستودعة ومخزن الآن أصبحت ضرورية السندرة وجعلت تلك السندرة خاصة للقسايم الآن حق السرداب والأرضي بات من الضروري أن القسايم وكما ترونها في جميع القسايم أيها الأحبة لازم هناك في سندرة خاصة في السرداب والأرضي لأن السرداب الأرضي لازم هناك مكائن سبلت يونت سبلت يونت هي عكس البكيج سبلت يونت هي نفس وحدة التكييف نفس وحدة التكييف توضع في الأعلى أو بجزء ملاصق أو في السطح القريب فحاليا نحن نضعها في السطح الأخير في القسيمة وباقي جهاز التحكم يكون في السندرة مثل وحدة التكييف وحدة التكييف جزء داخل المكينة واللي برا هي تسحب الهواء وإلى آخره هي مشابهة لوحدة التكييف في البيت لكن الفرق بين الوحدة التكييف العادية وسبلت يونت من السرداب أو الأرضي إلى الدور الثاني أو ربما الثالث للسطح أما وحدة التكييف فتكون المكينة اللي بالخارج قريبة نوعا ما أو ربما إلى الدور اللي بعده لذلك الفرق البسيط بين سبلت يونت ووحدة التكييف هو أنه يكون هناك في سبلاي وفي راجع حق سبلت يونت إذن هذا هو الفرق بعد ذلك يا أخوان هناك بعدما انتهني من ذلك الشرح المطول إذن السندرة هو مكان يوضع فيها سبلت يونت حتى للتبريد وهو تكييف نوع من أنواع السنترال يوضع في السندرة والذي يضع سندرة من كونكريت في الحمام والشخص الذي لا يضع سندرة في الحمام يا أخوان هناك فرق شاسع جدا لذلك انتبهوا لما أقوله الآن الشخص الذي يعمل سندرة هذا هو الصواب وعين العقل لما حصل لي أيها الحبة أنا عندي سندرة في البيت وعندي مكان بس وحدة تكييف ووحدة فقط وضعتها في الديكور والله يا أخوان عانيت كثير من التي هي معلقة في الغرفة أو بالحمام لما نعلقها بالحمام يا أخوان بدون سندرة اللي هي كونكريت راح أجيب لك تشفط الروائح وتتآكل من الصدى تعرفوا الرواحي يا أخوان هي عبارة عن سلفر له كبريت وثانيكسيد الكبريت غيره من المواد الكيموية التي تتفاعل مع مكينة التكييف وهذا يأثر إلى قصر عمرها الافتراضي ويصبح فيه تآكل وصدى في المكاين لكن إذا عملت سندرة مع صبة كونكريت فأنت حافظت على المكائن التي تكون في السندرة وأيضا الذي عانيت منه يا أخوان في السندرات المعلقة مثلا ويكون من أسفل منها ديكور وبلا كونكريت عانيت منها الخرير تعلمونا المكائن لا بد يأتي وقت ويصبح بها أو على داير حوالين المكينة حوالين مكينة سبلت يصير فيه ترشح للماء من الرطوبة ربما الباب مفتوح أو الشباك مفتوح يصبح هناك ترشيح حوالين المكينة فالمكائن التكييفة أخوان سواء سبلت يونت أو بكج حساسة جدا بمجرد أن تفتح الشباك أو الباب يحصل بعد ذلك خلل في المكينة ويصبح ترشيح طبعا أنا لست اختصاصي في التكييف لكن هكذا يخبروني مهندسين التكييف أجعل الباب مغلقا حتى لا يصبح هناك ترشيح ورطوبة حول المكينة فيصبح هناك تنقيط من المكينة إلى الديكور إذن سيصير هناك في ترشح في المكينة وينقط على الديكور بعد ذلك يصبح نفس الخرير وتعالي العالج إذا الصبغ مالك عادي ولا صبغ مسوي خلطة ويصبح هناك صعب عليك أنك لازم تصبغ الديكور كله لذلك لما يكون هناك مكان مخصص لسبلت يونيت وهو السندرة لسبلت مكينة سبلت والسندرة تكون بالخرسانة الأرضية أو القاعدة تكون أنت في أمان بإذن الله وحدث أيضاً لي أيضاً في مكان السندرة وهي الحمام المكان مخصص للسندرة ولسبلت في الحمام أيضاً حصل لي في يوم من الأيام إلى يومين إلى أن تجمع الماء فأصبح لترات من الماء أشيل ورمي في التصريف تخيل السندرة حمتني بإذن الله عز وجل بأن يكون هناك تطبيل في الديكور فحمتني تلك السندرة فأصبحت أجمع الماء وأرميه في المكان المناسب أيضاً ربما يخبرون بعض ليش صار عندك في السندرة ترشيح ماء أولاً نحن في النظام السابق لم نضع صفايات في السندرات فكان هذا خطر قبل عشر سنوات يعني كنت كان الأمر بالخيار أحط صفاية ولا أصلاً هناك بايب درين بايب اللي هو بايب تصريف للمكينة سبلت في السندرة وكافي طلع مو كافي يا أخوان هو كافي لكن بشرط أن تعمل صيانة للمكينة تكييف صيانة دورية كل سنة وأيضاً بما أن البايب التصريف لسبلت اللي يسمونه درين بايب يكون قطره أقل من إنش يعني ثلاث أربعة إنش أو ربما أقل فيكون هناك انسداد في البايب فالماء يرد عكسي ويصير عندك المشاكل لذلك ضروري أن بالغاز تنفخ تخلي الصيانة لما تعمل صيانة لسبلت أن تجعل الفني أن يضع الهوز للغاز مرة واحدة ينفخ مكان البايب حتى يصرف التراب والأتربة في ذلك المكان حتى يريد شخص أن لا يعني يترك أو يهمل سنترال عنده سواء البكيج ولا سبلت دائماً صيانة دورية كل سنة ويفضل قبل الصيف يعني شهر ثلاثة مثلاً لما يحتر الجو يعمل لصيانة وتنظيف لمكين تكييف حتى يضمن بذلك عدم الترشح وعدم الخرير سواء في السندرة أو على الديكورات الإنسان دائماً معرض أنه يكون هناك فتور خاصة بعد تشطيب البيت والسكن في البيت يكون نوعاً ما لا يريده أن يعمل شيء في البيت لذلك مهم ضروري عمل صيانة دورية قبل قدوم الصيف بغسل الفلاتر والبيبات هذه ببيبات التصريف اللي أدرين بايب أنك بالغاز نفسه تنفخه عساس يصير تسليك مار ويمشي الماء بسهولة لذلك اللي مسوي سندرة هو عين الصواب والعقل هذا باختصار أيها الأحبة عن السندرة وقصتي مع السندرة منذ أن كنت صغيراً إلا أن كبيرت وصبحت مهندساً وعرفت أن السندرة تلك لها هدف معين وهو طبعاً السندرة مكانه صحيح كما أخبرناكم في الحمامات وتوضع بها مكائن سبلت ومكائن سبلت أخوان إجباري وليس برضاك أن تضعها في سرداب والأرض فإن لم تفعل السندرات وعملت بكج راح يكلفك الدكتات الخارجية أو داخل البيت ويقتلك أماكن كبيرة بعكس الدور الأول والثاني الدور الأول والثاني هناك أماكن ميتة فيصير عندك فقدان الأماكن الميتة شيء محسوس أما السرداب والأرضي بكج فيها صعوبة وتكلفة عليك وأطنان تزيد عليك ربما الطنين لكل مكينة وتعرف السرداب والأرضي كل سرداب فيه ثلاث مكائن ويفضل يا إخوان من زيادة خبرتي وفي كثير من الناس وقعوا في الخطأ إذا أردت أن تضع للسرداب والأرضي سبلت فانتبه السرداب لازم عندك ثلاث مكان تكيف ثلاث مكان تكيف للمقلط مع الممر ودوانية الكبيرة مكينة تكيف الحالة لأن استخدامها قليل فتستطيع أن تقفلها أو تفتحها والصالة اللي هو نص السرداب الثاني ثلاث مكان والدور الأرضي أيضا سبلت للمطبخ الحالة فقط كما يظن البعض يحط وحدات تكيف لا حط سنترال اللي يسمونه النوع الثاني سبلت يونيت وللصالة نص البيت والنص الثاني للدور الأرضي مكينة صار ثلاث مكائن وفي السرداب ثلاث مكائن وبعد ذلك كيف كنت مخير لأن بعد ذلك يتحول إلى شاقق الدور الأول والثاني فأنت مخير ويكون بكج لأنه أقرب إلى السطح كلما أصبحنا بعيدين عن السطح اللي هو السرداب الأرضي تتحول إلى مكائن سبلت إذن علاقة عكسية كلما ابتعدنا عن السطح لازم مكائن سبلت وكلما اقتربنا إلى السطح عملنا مكائن بكج للتكيف إذن السرداب الأرضي على طول سيقول لك المهندس التكيف السرداب الأرضي سبلت قول له سمعا وطاعا وبعدين الدور الأول والثاني تتحول إلى بكج لأنها أقرب إلى السطح هذه معلومة لن يقول لك أي شخص وربما تقع بالخطأ خاصة في ناس عندنا خلق المقلط والدوانية مكينة وحدة وبعد ذلك يعني لا ينفع أننا دم خلاص انصب وعملوا الدكتات وانتهى لذلك اجعل الدوانية لأنها كبيرة اجعل لها مكينة لحالها والمقلط مع الممر وباقي القرف الصغيرة التابعة للدواوين مكينة ثانية حتى الدوانية الكبيرة في ناس ما عندهم مجتمعات من الناس يعني من باب الاحتياط يحط له دوانية ومقلط فالدوانية هذه دائما مهملة فليش اشقل المكينة ليش احط مكينة حق المقلط والدوانية الكبيرة مكينة وحدة واخر شيء الدوانية الكبيرة ما حد استخدمها لذلك اجعل المكينة منفصلة هذا باختصار ايها الاحبة انظروا كم استفدتم الان اخبرني وارسل لي دردشة وقول لي والله هل استفدت 70% 90% من تلك المحاضرة فاذا استفدت باذن الله دام انت معاي على سناب شات ومشترك معاي على مقاطع اليوتيوب او مشترك معاي في قناتي في اليوتيوب باذن الله لن يفوتك شيء كثير ستدرك كل محاضراتي في قناتي في اليوتيوب اذهب الى قناتي في اليوتيوب منطلق ادعيج واشترك وفعل الجرس وعمل لايك حتى ننتشر ونفيد الناس ونحن خيرونا ونحب الخير للجميع بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على النبي محمد وإلى